هذا البرنامج برعاية بلهم موضوع تعويم الجنيه المصري وموضوع زيادة أسعار المواد البترولية ورفع جزء من الدعم عليها وما يعني يؤثر به على مستوى دخول المواطنين خاصة من الطبقة الوسطى إن وجدت والطبقة محدودة الدخل والمعدامة إحنا عايزين نحافظ على هذه الطبقات وعايزينها تنهض الأمام لأن هي اللي ممكن تنهض بالمجتمع فعايزين نشوف هذا الأمر ما له وما عليه الجزء اللي ممكن نتحمله فيه قد إيه وبنتحمل علشان إيه هل فيه شيء إيجابي في انتظارنا فيجب أن نتحمل من أجله كل دي أسئلة حنسألها لضفنا النهاردة الأستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أهلا بحراج أستاذ عصام أهلا بيك أستاذ عصام خلينا نبتدي من رؤيتك لهذه القرارات الاقتصادية اللي الناس كانت متوقعها وبرغم متوقعها لها لما حدثت عملت دربكة وحالة من القلق لدى كتير من المصريين طيب خلينا نبدأ من حيث وانتهيتي اللقاء السابق كان مع طبيب والمفروض أنه هو مسؤول عن قطاع هام جدا ملف خطير وهو ملف الصحة في مستشفى زراعيين وهم مهم جدا تشخيص الصح للمرض علشان نقدر نقول أن العلاج ده هيكون ناجع أو ما هواش ناجع نبدأ بالإجراءات اللي عملها سيادة الرئيسة الفتاح السيسي بتشكيل مجلس رئاسي للإستثمار ثم بعد ذلك الاجتماع الذي سبق القرارات الاقتصادية الفارقة في تاريخ مصر أنا بعتبرها كده لأن مصر بتواجه في هذه المرحلة تحديات كثيرة من الخارج ومن الداخل ومن الخارج لا تقل خطورة عما تواجهه أو يوجهه الوطن من الداخل فإحنا نحتاجين أن نشخص صح علشان خاطر نوصف العلاج الناجع وإن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا بعتبر أنه هو خطى خطوة استباقية لما يواجهه الشرع المصري والمواطن المصري وما سبق ونشرت إليه هي الحفاظ على الطبقة الوسطى لأن دي بتقل عليها طبقة الحماية المجتمعية ومحدود الداخل إزاي؟ رغم القرارات في ظاهرها أو في وجهة نظر بعض المرابجين والعملاء مش الوطنيين أنها قرارات قاسية على الوطن وعلى المجتمع قرارات تكاد تكون ستعصف بالوطن أنا بقول لا إحنا شايفناها بشكل مختلف تماما والدليل على ذلك إذا اقترنا تجربة مصر في مرحلة النكسة وما بعدها والإعداد لحرب اكتوبر ومرحلة الاستنزاف المرحلة البينية مرنا بظروف اقتصادية أصعب من كده بكتير والوطن مر بأزمة كانت أقصى من هذا كتير ولكن المجتمع كله بمختلف طواقفه كان على يد وقلب رجل واحد بعكس الوضع الحالي الوضع الحالي عندنا مجموعة من المشككين مجموعة من العملاء بيحاولوا يشككوا في كل خطوة يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح الوطن فيعني إذا أزنتي لي إنجاز التعبير أنا بعتبر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أجرأ رئيس استطاع أن يتعامل مع الملف الاقتصادي في الأونة الحالية ده من ناحية من ناحية تانية هو يعلم جيدا مدى الخطر المحدق بالوطن سواء كان من الخارج أو من الداخل طيب مرضود ده على الشعب والطبقة الوسطة والطبقة محدودة الدخل الرئيس كان حيز جدا في يعني وهو بيلقي بهذا الحجر في بركة الماء الراقدة أن يكون يعني رؤوف ويحنو على الشعب خاصة محدودة الدخل كيف؟ إزاي؟ برافو عليكي في عز القصوى اللي حصلت وإن كان ظاهره على العذاب ولكن بطنها الرحمة رافع الدعم المقدم لبطاقات التموين لستين مليون مواطن ستين مليون مواطن وعايزين نأكد على الرقم ده لأن الرقم ده ما بيمثلش الطبقة الوسطة ومحدودة الدخل بس لا ده أزيد رافع الدعم ده ثلاثة جنيه رغم صعوبة هذا هتقولي لي ما المحروقات زادت والسعر صرف الدولار زاد وده بالتالي أصل على الجنيه المصري وقوة الجنيه المصري بقولك أن الجنيه المصري كان في مهاد بالريح وسيعصف به الدولار إن عاجلا أو آجلا ولكن الرئيس عجل بالخطوة دي علشان خاطر يحتوي السوق ويقدر الجنيه المصري يقف على قدم المساواة مع العملات الأخرى في الأسواق العالمية مش المحلية بس لا صحيح الجنيه يعني إمتى الجنيه قلت ولكن أنا بأكد لك بأن هناك ترتيبات وإجراءات وسياسات ستتخذ خلال المرحلة القادمة لدعم الجنيه المصري في مقابل مش الدولار بس في مقابل سلة العملات العالمية هل فيه يعني نوع من الإجراءات ده تم الإفساح عندناها ولا إحنا سيبين الأول فترة دي الجنيه ممكن يكون فيه استفاع والخفاض فيه تخبط الأول مع القرارات لأنها لسه جديدة عمال ما السوق يستوعيبها النس حتعاني شوية وبعدين هيحصل نوع من القرارات الدعامة للأفراد لأن بطاقات التموين لست كافية يعني فيه ناس كثيرة من الطبقة الوسطى لا تحصل على بطاقات التموين متهيالي يعتقد الأجره 1200 جنيه مالوش بطاقات التموين لا سيبين قال كثير يعني البطاقات التموين 1500 1500 دي أصبحت غير كافية الآن يا فنة من الأربع أفراد فلي بالك الكلام ده على الأساسي وإلا ما كانش يبقى زي ما قلنا الرقم 60 مليون اللي بيحظوا بهذه ده دخل الأسر 1500 لا اللي بيحظى بهذه الميزة هو بيتعامل على أساسي الدخل يعني الأساسي مش العلاوات والفروق والحوافز والبدلات التي تحصل على المرتب اللي مرتبه اللي مقدم بيان بمفردات مرتب ب 1500 جنيه أنا متأكد أنه مرتبه يتجاوز هذا المبلغ بكثير مش عايز أقول ممكن يكون 2500 2300 لا ممكن يكون أكتر من كده كمان لأنه زي ما قلت هو بيتعامل مع أساسي المرتب أساسي المرتب مجرد من العلاوات والمكافآت والحوافز والبدلات التي يحصل عليها بالإضافة إلى مرتبه دي واحد اثنين وإلا ما كناش هنحتاج للخطوة اللي الحكومة دلوقتي بيتماهد لها وهي مراجعة الستين مليون دول وعدد الدفاعات علشان خاطر في حقيقة الأمر محدود يدخل اللي هما يستحقوا الدعم لا يتباوزوا عشرين خمسة وعشرين مليون مواطن علشان نكون واضحين في هذه المسألة اسمح لها نرجع لحضرتك ونتكلم عن الموضوع ده باستفادة بس معنا تقرير عن موضوع تعليم الجنيه نعرضه نرجع نكمل حدثنا مع الأستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أباء الشرق الأوسط زيادة الأسعار التأوي كلها في زيادة مستمرة من أسعار تأويات دورة وقمح وبرسيم وزيادة أسعار البترول بالنسبة للبنزين والسولر اللي نستخدمه في الأرض كمكانات راي أو مواطن الرش فطبعا بيبقى زيادة على الفلاح أجرة العامل في الفلاحة زادت بالوقت الأجرة من 100 إلى 125 جنيه 150 جنيه فالفلاحة صراحة مهموم بمشاكله ومهموم بزيادة التأوي وزيادة أسعار بالنسبة للتأوي كلها زادت زادت بنسبة 30 إلى 40% إما نيجي نبص على الزيادة دي بتأثر على الفلاح نيجي نبص الحاجة تانية لما بيجي بيحصد التأوي دي عشان يحصدها محتاج ألات زراعية الألات الزراعية طبعا عندنا ألات كتيرة بتشمل الجرار الألات الدارس مش عارفين كل ده بترتب عليه أسعار الصلار والحاجات دي وأسعار الصلار زادت اليومين دور هنضطرها نعمل إيه ونيجي نطلب الحاجة نلاقي التاجر بيرفع سعرها واللي بيجيبها بيرفع سعرها طبعا جم منين أسعار ترفع التأوي بحيث أن الدولة عايزة تركيز أكتر على موضوع الانتاج التأوي وبالذات يعني وزارة الزراعة والبحث العلمي زي سخة للاكسار من التأوي وتحسين واستنباط الأحدث منها واللي هو اللي بيعمل توسع أفق في الزراعة الفداني الواحد بحيث بيزيد انتاجيته مثلا كحاجة بتنتج 2 طن ممكن تنتج 3 ممكن تنتج 4 تأوي غلية والجاز غلي والعمالة غلية وكل حاجة غلية مش عارفين حتى نأكل ابننا حتى ازاي كل حاجة مغاز غلية لو ما بقى مغزا خلي ابناني يسرق ولا يعمل حاجة مش عارفين نعمل مع الناس ازاي والله حتى الأجار غلي والجاز غلي والعمالة غلية يعني كل حاجة علينا بجنيه بالنسبة للجاز والبنزين كل حق غليت والله والسماد وكل حق غليت فبالنسبة للسماد للأرض غلي أغل من الأول فا يعني استماني عن الناس ترخص لهذا الساعة ارتفاع الأسعار التقاوج ما كافت شيء دلوقتي غليت حتى أبسط الأمور الحاجة بتاعت لموازن مواشي غليت كلت البرسيم اللي بقت كانت بمئتين جنيه بأصبحت دلوقتي كده بتلتون مئت جنيه فلا مش عارفين يعمل ايه عودة لحضراتكم بمرة أخرى بجدد الترحاب الأستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط يمكن أستاذ عصام الموضوع خاصة بالزراعيين أكتر وبالفلاحيين أكتر ويمكن فيه برضو قارات خاصة بأسعار يعني الرئيس أصدر يعني بشأن القمح والدرة والأصب أسعار توليد المحاصيل بزيادة بزيادة مظبوط هو خلينا بس نكون يعني بنواكب الحدث أو مشين معهم هم تحدثوا عن ثلاث أطراف بس لعملية الإنتاجية لكن ما تحدثوش عن باقي المنظومة كلها هو بيتكلم عن العمالة بيتكلم عن الصلار بيتكلم عن التقاوي وأظن أن اللي كان موثق فيهم كتير هو الأخ اللي تكلم عن التنويع وتجويد التقاوي ومطالبة الدولة بأنها أو أجهزة الدولة بأنها ممثلة في وزارة الزراع ومركز البحوث العلمية والتكنولوجية اللي موجودة بأنها تجود من أنواع البذور أو التقاوي اللي زي ما بنقول ساخة هو ساخة ده نوع من أنواع الأقماح تقاوي الأقماح ولكن في حاجات تانية زي الماء في حاجات تانية زي التسويق في حاجات تانية زي عملية الرعاية خلال مرحلة الإنتاج يعني رعاية الزرع نفسها وغدبال حضرتك هو تكلم عن ثلاث أطراف وما تكلمش عن باقي المنظومة الخاصة بعملية الإنتاج رغم أن الدولة يعني ساعت إلى زي ما أشارت حضرتك أنها ترفع أسعار المحاصيل الزراعية ولكن هل ده كفاية؟ طب الزيادة دي أول زيادة تحصل ولا سبق أن سبقتها موجات من الزيادة مماثلة سبقتها موجات من الزيادة فالمسألة ما هيش قاتمة زي ما هم بيحاولوا يصوروا أو يجسدوا المشهد لا كل حاجة ليها حل الدولة مطلوب منها أو وزارة الزراعة وأجهزتها مطلوب منها أنها تجود مسألة الحصاد والدرس وغيره من مسألة تأهيل البذور أو المنتج الزراعي في الشكل اللي بيوصل سواء كان للمورد أو الوزارة ممثلة في أجهزة الوزارة ده في حد ذاته شيء مطلوب أن الدولة تمدي إيد العون ليهم عن طريق أجهزة الاستصلاح الزراعي عندنا في كل مدريات الزراعة في ميكانة موجودة عندنا من فترات طويلة جداً وبتستخدم وقابلة لأنها يتعمل لها عمليات صيانة دورية وتنزل الميدان العمل وتحقق نجاح وتعاون الفلاح أيضاً عن طريق الإيجار خلنا نروح بقال المستوى الأوسع ونتكلم عن القرارات خاصة اللي اتخذها مثلاً مجلس الرئاسي الاستثمار اللي ممكن تساهم في الحد من أثار تعويم الجنيه احنا عاوزين استثمارات عشان نعاوض فالقرارات اللي اتخذت دي شايف حضرتك وقعها زي على الاستثمار شوفي يعني خلينا نكون صراح الرئيس اتخذ 17 قرار في هذه الجلسة كانت أهمها أو أبرازها هي محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أرض مصر وأنا بيتهيالي أنه هو إدى تسهيلات غير مسبوقة يعني يكون أننا أقدم الأرض بدون المقابل ولمدة خمس سنوات ما يتمش حسابك عليها إلا بعد كده الملف الضريبي برضو ما يتمش تسويته إلا بعد هذه المدة أيضا لأن هو عارف أن الفترة الإنتاجية أو الدورة الإنتاجية مش هتم والتصدير ويبدأ العائد إلا من 3 لأربع سنوات علشان خطر يحصل الربحية أي مصنع محتاج أو أي عمل استثماري محتاج إلى عمالة وتدريب وتأهيل هذه العمالة علشان خطر تديني منتج عالي الجودة وفقا للقود العالمي فبرضو أدرك هذا الكلام أنا بعتبر أن هذه التسليلات تسليلات عظيمة جدا في وقتها وخاصة في مناطق صعيد مصر وإن كنت أنا شايف أن مشروع القصير هيريحنا جدا لو نزلنا على الأرض أنا عندي 30 مصنع هتعمل في مجالات تعدينية مختلفة معمول لها دراسة جدوى محتاجة إلى 30 مليار دولار الـ 30 مليار دي هتعمل ربحية خلال خمس سنوات قد تصل إلى 40-45 مليار دولار المشروعات دي أنا هتستوعب عمالة وعمالة كسيفة مش عمالة بسيطة زي المشروعات الزراعية يعني إحنا بنقول إن المشروعات الزراعية ما هيش مشروعات كسيفة العمالة أنا عندي مشكلة في البطالة كمان أنا رغم إن كل الأحصيات كل المؤشرات بتقول إن يعني معدلات نسبة البطالة في مصر بدأت في الانخفاض كانت الأول 13 دي بوقتي 12 ونصف في المية أنا بقول إن ده إحنا محتاجين نقل للفجوة دي ودي مش هتتم إلا بتحقيق معادلة يعني التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وده مش هيتم إلا من خلال الصناعات كسيفة العمالة عندنا قبل ما ننتقل لخطوة علشان نوفي المقطة دي عندنا صناعات كسيفة العمالة قردي ولكن محتاجة إلى دعم مادي زي صناعات الغزل والمسيج زي صناعات الحديد والصل سواء كان التبين أو غيره اللي تابع للقوات المسلحة وطبعا اللي تابع للقوات المسلحة هي متكفلة بيه ومتكفلة بعمالته واخد دورته مش محتاج لدعم إنما اللي محتاج لدعم فعلا هو اللي تابع الدولة أو تابع قطاع الأعمال أو تابع القبضة إحنا بنقول إن هذه الصناعات في حاجة إلى دعم مادي والوضع في البلد زي ما إحنا شايفين مش محتاج فلابد من عمل اكتتاب مماثل لما حدث في تجربة قناة السويس وإحنا شوفي شوفي الرؤية الاقتصادية السليمة لما بيكون بالشغل مصبوط البنوك خدت قرارات يعني يمكن دي تكون خطوة سبقة لسؤال أنت لا عارف في ذهنك وهي القرارات المصرفية اللي اتغذت في البنوك هلأتأثر على الاقتصاد وهتأثر على الصناعة وتأثر على الاستثمار وهتأثر على التنمية ما فيش شك إنها ممكن تأثر لأن النسبة اللي طرحينها نسبة الفايدة 16.20% للي هي 18 شهر والعائد بتاعها كل 3 شهور و16.5% للعائد بتاعها كل 3 سنين بعائد شهري أنا بعتبر ده مغري جدا لأي مستثمر يعني أي مستثمر محلي هيفكر إنه هو يستثمر فلوسه أنا مش محتاجي إن أنا أتعب نفسي في مشروعات أنا أحط فلوسي في البنك وقعد لأن أنا أي مشروع في الدنيا هيديني عائد من 30% ل35% أنا محتاج سيارة وعمالة وكهربا يعني أنا مش عايز أقولك ما فيش مشروع هيديني أكتر من 30% ده إحنا بنقوب 35% دي علشان خطر السوق المصري متعطش فهيقبل المنتج بتاعي لا ده أنا أحط فلوسي في البنك وأنا قاعد حط رجل على رجل دي بقى النقطة الخطيرة اللي إحنا لازم يعني نقول دي كير أنا إزاي باخد الإجراءات بتاعة الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي وإنت يا حضرة المحترم البنوك اللي هي الوطنية بتهديلي الدعوتي علشان خطر المستثمر المحلي كده مش هيقضم على الاستثمار إلا لاربعين أسرة اللي إحنا عارفينهم اللي هم بيتحكموا دلوقتي في الاقتصاد الوطن إحنا عندنا ربعين أسرة كل واحد عمال بيستثمر في إصراعها وفي التجارة وفي المنتجعات السياحية وعملي قناة إعلامية بيحمي بها نفسه علشان خاطر تبقى خط دفاع أول وقت اللزوم واخدبالك وداخل في كل المشروعات طب البنوك يعني تحاول هي تستخدم هذه الأموال في مشاريع زي اللي حذرك ذكرتها ده بقى المطلوب إن الاستثمارات اللي هتخش للبنوك لابد أن تدعم الصناعات كسيفة العمالة اللي إحنا بنتكلم عليها اللي هي كادت أن يعني كادت أن تسقط منا إحنا عملين نقول ويمكن إحنا كان لنا رقاء قبل كده وقلتلك إحنا محتاجين الصناعات دي تخش حضن الدولة مرة تانية لكن طبعا في ترتيبات علشان خاطر اتفاقية التجارة وكده اتفاقية التجارة إذا كانت هتضر بيه وبلدي وباقتصادي لا لازم يقول لي وقفة لازم يقول لي موقف لما حبيت يا سيادة الرئيس يقول لي موقف علشان تنقذ اقتصاد الوطن وتسير بالمركب إلى ضر الأمان الشعب كله وإحنا في مقدمته انصعنا لهذه القرارات ورضينا بيها بقلب خالص وبضمير صافي ووقفين وراك إلى أبعد مدى ولكن إذا ما كانت اتفاقية الجات ستؤثر على اقتصاد الوطن وعلى الأوضاع الاقتصادية في الوطن إحنا بنقول لابد أن يكون لنا موقف ولابد أن يكون لنا ترتيبات أخرى نعمل شركات نعمل هيئة قومية بلاش نرجع للقطاع العام نعمل هيئة قومية تتولى إدارة هذه المشروعات مرة أخرى باستثمارات وطنية باستثمارات مصرية الموضوع الاقتصادي دائما موضوع كبير ومهم وبيهم كل المواطنين من أصغر مواطن الأكبرهم في الأسف يعني الفقرة مش حتى ساعة نحن نتكلم أكتر من كده عن الاقتصاد توعدنا إن شاء الله تكون معنا في فقرة تانية بإذن الله ونتكلم بشكل أكتر تفصيلية وكلنا مع مصر في المقام الأول وفي الأخير وكلنا جنود هذا الوطن ونحن خلف القيادة السياسية وأنا بقول للرئيس بصدق يو الرئيس أنت على الطريق الصحيح ونحن من خلفك ولا تلتفت ولا تكترس الأبواء التي تتشدق من حين إلى آخر بالملف الاقتصادي الملف الاقتصادي آمن وفي أيدي أمينة إن شاء الله بإذن الله ونحن من خلفك وسرع على بركة الله أشكر وجود حضرتك معنا أستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لكم عزان المشاهدين طبعا الموزيع لاجب أبدا أن يدلي بدل ولا أن يقول رأيي فيما يعرضه الضيف هو بيستمع إلى الضيف وبيحترم رأيه جدا وبيحترم كمان آراء حضرتكم إن شاء الله المرة جاية ممكن نفتح تليفونات وناخد آراءكم وكمان ناخد آراء اقتصاديين يساعدون على تكوين فكرة متكاملة شكرا لوجودك معنا وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة من برنامجنا الحصد إلى اللقاء اشتركوا في القناة هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة